ولا تحفظ وصياه وأحكامه وفرائد التي أنا أصيك بها اليوم لألا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتاً جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل مالك يرتفع قلبك ربنا له كل المجد عارف البني آدم البني آدم لما يبقى تعبان ومحتاج يصرخ ويصلي لما بيرتاح بيتكوم كده وبيبقى سيف روحه ويرتفع قلبه كأنه هو ربنا ومش محتاج ربنا سنكده الشعوب كانت غنية يعني دلوقتي ما فيش شعوب غنية كانت بتقول مش محتاجين ربنا مش عاوزينه يرتفع قلبهم ليه إحنا عاملين كل حاكم إحنا قادرين نغطي كل احتياجاتنا إحنا لا نحتاج لأحد كأنهم بيقولوا إحنا آلهة الشعوب الغلابة أقرب لمعرفة الله ليه يا رب هيروحوا لمن غير ربنا فيانا ربنا بيحذرنا من الراحة لأن الراحة والغنى دايماً مدعاء لارتفاع القلب ارتفاع القلب يعني إيه عكس انكسار القلب القلب المنكس المتواضع لا يرزل الله ما تيجي الربنا تقوله أنا غلبان أنا تعبان أنا ضعيف الحقني انقذني دي أحلى صلى ما توقف قدام ربنا تقوله أنا مش عاوز حاكم أنا كويس أنا مش محتاجك في حاكم أنا مش هجيل لك أساساً أطلب منك حاكم هنا من يرتفع قلبه لازم يتكسر لأنه قبل الكسر الكبريا يقول متى أكلت وشبعت احترز من أن تنصر رب إلهك لحسن تاكل وتشرب وتبني وتكتر حكتك ويرتفع قلبك وتنصر رب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودي يبقى طول ما الواحد فاكر فينا الهلاك الأبدي اللي المسيح بإيده وبصليبه وبدمه أفل على الهلاك الأبدي منع عننا هذا الهلاك المرعب طيب مش نقدر ينفع بعد كده نجري في الدنيا وننسى التعب ده كله الصليب ما بياخدش أجازة في حياتنا يفضل الصليب أيام الخمسين موضوع فخرنا برضو عاشا لي أنا أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع أنا هنسك مني في الخمسين يوم الجمعة الكبيرة دي ما بتتنسيش كل يوم الساعة 12 الكنيسة تحط الصليب قدام عينينا طول السنة وكل جمعة الصليب قدام عينينا وكل رشم صليب الصليب قدام عينينا ليه احترز من أن تنسك اللي عمل ربنا معاك عشان يديك الحرية دي ويديك الأبدي الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية الذي صار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان يعني قعد فكر كده لأنه طول ما الواحد بيفكر في إحسنات الله تلقى وقلبه مليان شكر ومليان عرفان ومليان تواضع التأمل في إحسنات الله يجعل الإنسان يخجل من كرم الله يخجل من رحمته يقول له رب كتير علي أول اللي بتعمله ده أنا كان مفروض أكون في الجحيم وجهن وده طبيعي بسبب شري لكن أنت تسطر علي وتشيل خطيتي وكل ما رجع لك تسامحني وكمان تديني الخير بعد أن توعدني بحياة أبدية وتعملني كأغلى أولادك طب أنا دفعت إيه في ده كله بماذا أجازي الرب عن كل إحسناته الذي صار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة هم عدوا عليهم في الصحراء حيات محرقة انتوا تفاكرين مرة واحدة ضربة الحيات السامة دي ده كان بسبب التزمر والوسانية اللي دخلتهم لكن أول ما بصوا للحية النحاسية اللي علاقها على الصليب موسى النبي بأمر إلهي كان سم الحيات يقف فيهم فكانت إشارة الصليب ملحقاهم حتى في البري وعطش حيثوا ليس ماء هم داؤوا العطش وعارفين مرارة العطش وبين كل مرة كان يحل موضوع العطش بالصليب مرة كان لقوا مية مرة مرة قالوا شايف الشجرة دي نزلها في الماء قصر الشجرة نزلها في الماء الماء بقت حلوة السجرة هي الصليب الصليب يشيل المرارة يشيل الماء اللي ما تتشربش ويدين الماء الحلوة بتاعت ربنا فالارتباط بالمصلوب والتفكير في صليب المسيح والتعب من أجل المسيح وحمل الصليب وراء المسيح يجعل الحياة تخلو من المرارة ويروي العطشان الذي أخرج لك ماء من صخرة صوام برضو ضربة صخرة ما هو إشارة للصليب لأن لما ضرب المسيح صليب رب المجد يسوع خرج من جنبه دم وماء إشارة للإفخاستية وللمعمودية وحياة الكنيسة كلها الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه أباؤك لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك بعيد نفس الكلام وفي الإعادة إفادة وفي التكرار تثبيت وعشان كده كتاب المقدس مليان معاني متكررة بس هي مهمة جدا وخطيرة ومع هذا التكرار تلاقي أغلب الناس غافلة مغفلة عن الحاجات مش عاوزين يركزوا في اللي بيتقال وكلام سهل وكلام واضح وتقال كتير وهيفضل يتقال لغاية ما نمشي طب مش نركز فيه بقى يعني موضوع مش معقد ولا حاجة احنا بنقول نشكر ونقول نتضع ونفتكر العمل وربنا معانا ونركز في الحياة الأبادية يعني كلام واضح فيقول لكي يزلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك يعني ربنا سمح لك بالتعب عشان الآخرة تبقى حلو المعنى دا صدقوني معزي جدا لكل المتألمين بالذات اليومين دول انظروا إلى آخر القصة دايما في نص القصة القصة صعبة في ناس بتسافر اليومين دول وفي ناس بتخسر أحبائها وفي ناس في وجع شديد وفي ألام وبتاخد نفسها بصعوبة وفي أمراض بأشكال وألوان يحسن إليك في آخرتك اطول بالك على ربنا ويمسك فيه وقول له أنا معاك يا رب اعمل فيه اللي انت عاوز زلني بس ما تسيبني شهلك قدبني يا رب قدبني وماله منتبوية بس ما تسيبني شهلك يزلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك يبقى لما يجي يزل في حياتنا يا رب أنا استقى أنا احتاج دا أنا محتاج الدواء دا وماله زلين ما أنا برضو قلبي مرفوع أنا عارف شايف روحي أنا مش واخد بالي أني أقلم الطراب اللي أنا ماشي عليه طيب إذا كان ضروري ماشي اللي تشوفه لكي يحسن إليك في آخرتك ولألا تقول في قلبك إن قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الصروة حاسب تقول إن في حاجة عيدة لما وجودة في حياتك عملتها بإيدك لا ما تتحكش على نفسك إيدك نفسها ربنا اللي عمل ودماغك دي ربنا اللي عمل والظروف دي كلها ربنا اللي عمل والنفس للشغل ربنا اللي جابها وكل نجاح صغير أو كبير فضل ربنا لكن قلبك يترفع وتقول طب ده أنا عمل ده أنا خدت الشهادات ده أنا عملت إنجازات ده أنا ربيت العيال ده أنا دفعت إنت مين إنت كلك على بعضك كده ربنا اللي عملك وعمال يفرحك ويكبرك ترجع تقول أنا أنا وتنسى اللي عملك زي أشعية يقول كده إيه أشعية النبي يقول هي الفاس تفتخر على اللي شايلها يعني ينفع الفاس تفضل تقول ده أنا زرعت الأرض وفحطت وحطيت دي حتة فاس بالآخر مش الإيد اللي شايلها هي اللي بتشتغل لألا تقول في قلبك قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الصروة يبقى أي لحظة الواحد يحس إنه أنا عملت دي لحظة خطر ده كبرياء ده أنت بتغش روحك قول بسرعة ما جد ليك يا رب أشكرك يا رب نعمتك يا رب أنت عملت بي حاجة أنت خليت ننطوى والحاجة كويسة أنت سطرت علي أنت بركت أنت حطيت إيدك يبقى كل الفضل يرجع لربنا ساعتها تبعيش في أمان وتلاقي البركة بتزيد كمان ترجمة نانسي قنقر